السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم كلام جرايد ما زال ابحارنا ابحار فكر وعقل مع منشتات الصحف منشتات الصحف تعكس طبيعة الانشغالات وطبيعة اهتمامات الرأي العام اذا اردت ان تعرف فيما يفكر الناس فعود الى منشتات الصحف اذا اردت ان تعرف الوجهة الفكر الشباب المطروح اذا اردت ان تقف على الترندات ومن الذي يركب الترند وتحت اي عنوين تحت اي حملات تحت اي فكر فعود الى منشتات الصحف والمواقع الاخباري من المنشتات التي التقطتها اعيننا هذا المنشت أمريكا وأوروبا تهتفوا أيها الزنوج القرود ارحلوا جدران الغرب العنصري الرياضي يحاول الغرب دائما أن يصور أو أن يصدر صورة المساواة ونعترف أن مساحات كبيرة من كواليس السياسة الأوروبية والمؤسسات التشريعية ليس فيها سم العنصرية لكن لابد أن نعترف أن في اتجاهات يمينية اتجاهات راديكالية متطرفة تصدر صم العنصرية إلى الحياة وتكره البيض وتكره السود وتكره المهاجرين وتكره ذوي البشر السوداء وتكره المسلمين والذي يقول الكلام ده مش حقيق بص على النازيين الجدد في ألمانيا ويبص على خطابات جاماري لوبا في فرنسا ويبص على خطابات باترو بيرتسون في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في كتابه The New Millennium الكتاب الذي دعا فيه إلى القتل والتصفية الجسدية مش عاوز أقوله يبص كمان على عفادية يوسف في إسرائيل ودعواته الصريحة إلى قتل العرب وحصدهم قتلا في الشوارع والطرقات والأزقة فيه اتجاهات أنجليكانية وفيه اتجاهات يمينية متطرفة وفيه لما تتراكم هذه الاتجاهات المتطرفة تصنع هرما من العنصرية تصنع هرما رديئا من العنصرية أنت مسلم في البطاقة في بطاقة إثبات الهوية يبقى فيه معاملة تاني من أول معابر جواز الصفر وهو يختم في المطارات أنت من ذاو البشر السوداء فيه معاملة تاني أنت من المهاجرين والنازحين فيه معاملة تاني دا موجود لا نستطيع أن ننكر هذا والخبر المنشط الذي أمامنا يحيل إلى واقعة محددة جاك ليزلي لعب الكرة في سنة 1925 طلب أن يضم إلى المنتخب الإنجليزي أو طلب بعض المدربين نتيجة إيجاداته للعبة أن يضم إلى المنتخب الإنجليزي وبعدين استدعوه لتدارس خطوات ضمه إلى المنتخب الإنجليزي العريق الدرب والمباريات أثبتت براعته لما المسؤولون استدعوا اللاعب وتفحصوا في وجهه ووجدوا بشرته السوداء عدلوا عن القرار عدلوا عن القرار ووجد نفسه جاك ليزلي في الشارع مع السلام انتهت خدماتك هل ينكر المؤرخون الثقات في إنجلترا أن هذا حدث؟ هل ينكر هؤلاء أن حالة جاك ليزلي ليست حالة وحيدة؟ وإن فيه دوائر عنصرية متطرفة تبغض البشرة السوداء وتبغض المسلمين وتلفظ المهاجرين فيه ولا مفيش؟ فيه؟ بعد كده الرجل ضاق به الحال وعانى من ضيق ذات اليد ومعهوش فلوس فرجع لنادي واستهام تبخدوني في أي وظيفة؟ طبعا ده كسرت نفس كسرت نفس الرجل لا يجد مكانا يؤوي تبوفروا لي أي وظيفة؟ أعرف عيش أعرف أكل عيش فاختاروا له وظيفة عجيبة تنظيف أحذية اللاعبين ما بنقولش إن المهن عيب أي مهنة شريفة أهلا بها ومرحبا بس هم عارفين من يخاطبون عارفين من يخاطبون إن ده لعب متميز سابق كان له صولة وجولة في الملاعب ما لنش دعوة أنت راجل بشرتك سوداء ما تؤفش معنا واختاروا له تنظيف أحذية اللاعبين تشيل الطين من على أحذية اللاعبين هل يعكس هذا موقفا عنصريا؟ سيبلكوا الإجابة الراجل ده لو بشرته بيضاء خلينا نعكس المسألة لو جاك ليزلي بشرته بيضاء كان عانى من كل هذه المذلة وهذه المهانة وهذا الهوان والصغار لا لا ما كانش هيعاني لكن لأن بشرته سوداء حيل بينه وبين التميز أنا ما بقولش أن كل أوروبا كده ولا كل أمريكا كده يا ما ناس أخذوا مواقع الصدارة في ألمانيا وأخذوا مواقع الصدارة في إنجلترا وأخذوا مواقع الصدارة في فرنسا وأخذوا مواقع الصدارة في أمريكا وفي أعلى قمم المؤسسات العلمية كوكالة ناسا ما بقولش كلهم كده بس هذا اتجاه موجود ومن هنا نتبين أهمية الفكرة الإسلامية التي تسقط العنصرية من ذاكرتها وجرابها وسياستها واستراتيجيتها كلكم لآدم وآدم من تراب قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم انتهت المسألة دي أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولما فاوض المسلمون المقوقس قبل فتح مصر سنة عشرين من الهجرة من الذي كان يفاوض من المتحدث الرسمي باسم المسلمين من الاسبوكسمان الذي اختير عبادة بن الصمت وكان يعرف بسواد البشرة هكذا أثبت الإسلام في كل مرة أن فكره صالح للمستقبل هذا المنشط شأن شأن منشطات كثيرة سيثير كثيرا من الملفات والقضايا ريثما نلتقي استودع الله دينكم وأمانتكم وخوتيم أعمالكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة